وشرب شربنا والحمد لله واستمتعنا بنعمة الله عز وجل شربنا مية وشربنا عصير وشربنا مرق اللحم الحمد لله شربت شربة الحمد لله والشكر الله دي عبادة أيامه أكل وشرب أيام أكل وشرب اشرب وكل وذكر لله عز وجل وذكر لله عز وجل أيام ذكر أكل وشرب وذكر مين اللي بينا تشبه به إن حياتنا تبقى أكل وشرب وذكر الجنة أهل الجنة قال الله عز وجل كله أشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أيام أكلوا وشربوا وذكر أيام أكلوا وشربوا وذكر لله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم أهل الجنة وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عارف دعواهم فيها سبحانك اللهم يقال ابن القيم عبد الله ذكر في أحد الأرواح أن كلمة سبحانك اللهم مما يستدعى به طعام الجنة فإذا رأى ولي الله طائرا يطير فأعجبه فقال سبحانك اللهم سقط بين يديه مشويا تبص على سمكة كده في نهر من عسل سمكة ماشية كده يا نهاري نهر من عسل وسمك السمك اللي في العسل ده يبقى إيه ده حلو إيه ده تقول سبحانك اللهم تلاقي السمكة قدامك مشوية تحبها مقلية مقلية عايزة زيت ولمون أنت تؤمر بس تقول سبحانك اللهم ده الباسورد اللي بيجيب لك كل حاجة قيل لبعض السلف شوقنا قال بلغني أن سحابة في الجنة تستأذن أولياء الله ماذا تنطر عليهم أنت فاكر أن في الجنة السحاب يمطر مية لا أنت مش أخب بالك ده فيه مينيو وانت في الجنة اللهم مين نسلك الجنة سيبونا في العيد بقى أفسحك شوية في الجنة في الجنة تمر السحابة بأولياء الله فيقول فتقول السحابة لأولياء الله يا أولياء الله أي شيء تريدون لأمطره عليكم تحب ومطر عليكم واحد عايزة أتمطر عصير واحد عايزة أتمطر شوكولاتة واحد عايزة أتمطر بمبوني واحد عايزة أتمطر ملبن حلقوم واحد عايزة أتمطر مكسرات كفاية 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 مش عايز اكتر من كده المطر يسمع السحاب يسمع كلامك ويوقف المطر لما انت تكون عايز ويوقف مطر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين اجتماع الاكل والشرب والذكر ده تست كده للجنة علشان كده ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة ان في الدنيا جنة حقيقية من لم يدخلها لم يدخل ولم يرح رائحة الجنة الحقيقية وكذلك قال الله عز وجل ان الابرار لا في نعيم في تفسير الاية لا في نعيم في الدنيا وان الفجار لا في جحيم لا في جحيم في الدنيا في الدنيا في جحيم فيا احبابي الايام اللي مرت دي اجتماع النعمة الاكل والشرب فيها مع الذكر ده يفكرنا بالجنة وجه العيد والعيد ده بالذات يعني الأرض كلها في عيد ليه؟ لأن في ضيوف عند ربنا في الكعبة لما في ضيوف عند ربنا بيحجوا ويعتمروا الأرض كلها وهبت لهم الأرض كلها وهبت لهؤلاء فمنع الصيام في كل الأرض عارف أفطر عندكم الصائمون يعني إيه؟ يعني أنتم كرماء لا يليق بكم أن حد يصوم عندكم ده أنتم تفتروا الصائم أو تاخدوا أجر الصائمين لما يفتروا عندكم فقال النبي عليه الصلاة تكلف لك أخوك وتقوله صائم ما ينفعش إنسان يبقى متكلف ليك ومحضر لك أكله وشربه وكلام مندق وتصوم ما تصومش عند الكريم أهو الكريم سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين عنده ضيوف ما ينفعش أن تصوم هناك بعد ما ينفعش أن تصوم في ضيافة رب العالمين سبحانه وتعالى الأيام القمرية ما بنصومهاش في شهر ذي الحجة 13 و14 و15 لا 13 ما يتصمش ليه؟ عشان ده أيام التشريق أيام أكل وشرب بنصوم 14 و15 و16 شفت بقى لما الشرعي يمنع من الصيام شفت دي؟ شفت المنع من الصيام من أجل البهجة والترفيه والاستراحة خد أكتر من كده وأجمل من كده وأنتو عارفين حلقة النهاردة اسمها إيه؟ اسمها أبو القاسم طيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم أبو القاسم طيب صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم